وفي حوار أجرته كاميرا التلفزيون المصري مع معاون النيابة الإدارية الجدد عبر المعينون عن فرحتهم بقرار تعيينهم وبدء عملهم بعد أن أدوا اليمين القانونية أنت في غاية السعادة بصدور كرار وتصديق عليه من فخامة سيد الرئيس عبد الفتح السيسي الحمد لله ربنا منع علي بحلمي والحمد لله ربنا قدرني وعيني على الزيفة الجديدة إن شاء الله جهد كبير جدا الحمد لله بزلناه والحمد لله الدولة دلوقتي بترتقي بالأوائل بترتقي بالمتفوقين إحنا الهدف دلوقتي القيام والنهضة بالجمهورية الحديثة والحمد لله إحنا عملنا اللي علينا وفخامة سيد الرئيس لا يقلو جهدا أنه هو يساعد الكفاءات في الدولة دي الحمد لله إحنا عايزين نطور الأفضل بإذن الله حتى ما نوصل للقمة إن شاء الله